كانت ثورة الحادي عشر من فبراير اخر مسمار فين عشر رئيس صالح على اثرها صعد هادي سدة الحكم بعد مكوثه نائبا لسبعة عشر عاما انذاك كانت اصابع اليمنيين المنغمسة في الحبر الازرق تحمل هادي احلام شعب في بناء دولة مدنية حديثة قائمة على المثل الاجتماعية وقيم المواطنة المتساوية ومغادرة الفساد الاداري والمالي احداث جنبة شهدها اليمن مراحل سياسية كثيرة تضاعفت فيها الاوجاء والحديث عن المستقبل يبدو رجما بالغيب فلا المحللون السياسيون ولا حتى زرقاء اليمامة قادرون على استشفاف وجه اليمن القادم اربع سنوات شبيهة بتلك المدة التي اعقبت ثورة سبتمبر عام 1962 التحديات ذاتها واكبر وتراكمات ثلاثة عقود من الفشل السياسي في ادارة الدولة لكن الرجل الذي يتفق خصومه واعداؤه على ان اجماعا دوليا وداخليا غير مسبوق لرئيس عربي اخفق في فرصته الذهبية واضاع العصى السحرية التي يمكن ان تصبح فيها احلام ثورة 11 من فبراير واقعا على الارض الا انه في نظر اخرين استطاع انجاز خطوة مهمة في طريق الدولة الحديثة وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني غير ان كل ما انجز حتى الان لم يتعد حبرا على ورق وقتها ترقرقت الدمعة في عين هادي وكانت العبرة في حقيقتها تنعى يمنا سيعيش بعد اقل من سنة على احتفاله بهذه المخرجات اسوأ فصوله درامية ولم يستطع ان يحقق لشعبه غير مزيد من الدم والالم والدمور ونسيج اجتماعي مهدد بالتمزق وتحول سياسي لم يكتمل بعد والديمقراطية التي وعدت الشعوب بغد افضل تؤكد ان طريقها للعبور لا تكفيه الاحلام البريئة وهادي الذي كان منفذ احلام اليمنيين كان جسر عبور ايضا لميليشيا احتلت العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة كسر هادي الحصار وغادر الى عدن ومن ثم الى الرياض ودخلت الازمة مرحلة التدويل ولم تدم احلام الحوثيين الخضراء وجاءت رياح عاصفة الحزم بما لا تشتهي سفنهم وكانت كسيف عن ترى يداوي رأس من يشكو الصداع موسيقى